شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين الدعاء له موقع هام في القرآن الكريم والروايات المأثورة وفي الفكر الديني والثقافة الدينية بشكل عام ولعلكم تلاحظون أن أول سورة في القرآن الكريم تحتوي على الدعاء النصف الأول من هذه السورة يتحدث عن الله سبحانه وتعالى والنصف الثاني من هذه السورة يحتوي على دعاء العبد وتبرعه إلى الله تعالى بعد البدء بالبسملة وقول العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بعد هذا في النصف الثاني تقريبا يبدأ العبد بالدعاء والطلب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين يعني نطلب منك العون على العبادة أو نطلب منك العون في كل شيء الآيات الآيات اللاحقة متمحضة في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم هذا الدعاء يتعلق بجانب التولي غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء يرتبط بجانب التبري فإذا في الواقع سورة الحمد نصفها دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونحن يجب علينا أن نقرأ هذه السورة في كل يوم عشر مرات على الأقل القرآن الكريم كما افتتح بالدعاء يختتم أيضا بالدعاء أو بما يتضمن الدعاء آخر سورة من القرآن الكريم سورة الفلق وسورة الناس هاتان السورتان تفتتحان بقوله تعالى قل أعوذ أعوذ يعني شنو يعني ألتجأ العبد المؤمن يشعر بمخاوف يشعر بأخطار تتهدده ولا يجد له ملجأ أمام هذه الأخطار وأمام هذه المخاوف إلا الرب فهو في مقام الالتجاء إلى هذا الرب حتى يلجأه إذا صح التعبير وحتى يعصمه وحتى يقيح أعوذ سورته الأولى يبدأ بالدعاء وفي سورته الأخيرة ينتهي بالدعاء أو بما يتضمن الدعاء وفيما بين السورة الأولى والسورة الأخيرة ما لا يعد من الأدعية القرآنية هذا دليل على أن الدعاء له موقع مهم في الثقافة الدينية وفي الفكر الديني حديثنا في هذه الليلة يدور حول عطاء الأدعية المأثورة من أهل البيت أولهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وخاتمهم الإمام المهدي المنتظر هذه الأدعية المأثورة عن هذه الصفوة المنتجبة ما هو عطاؤها نحن عندما نقرأ هذه الأدعية طبعا تعلمون الله سبحانه وتعالى جعل الكون له مراتب مراتب لا تنتهي مراتب لا تعد ولا تحصر في الأشياء المادية الأشياء المعنوية أيضا كذلك قراءة الأدعية كيف نقرأ هذه الأدعية وكيف نستفيد من عطاء هذه الأدعية هذا يبدأ بالمرتبة الأولى التي هي القراءة اللفظية ولا تنتهي إلى حد الأفراد يتفاوتون في الاستفادة من هذه المعطيات نشير على نحو الإجمال إلى ثلاثة من هذه المعطيات عسى أن نوفق للانتفاع أكثر فأكثر من هذه الثروة المعنوية العظيمة النقطة الأولى العقائد الحقّة تحتاج إلى التفات وتحتاج إلى تذكير وتحتاج إلى تثبيت كثير من العقائد الحقّة التي يتوقف عليها مصيرنا الأبدي العقيدة جدا مهمة هي الركن العمل له رتبة تالية العقيدة هي المهمة في الرتبة الأولى الله تعالى لا يشدد في العمل ذلك التشديد في العقيدة العقيدة جدا مهم هذه العقائد الحقّة ربما واحد يعتقد بها ولكنه يغفل عنها الغفلة حالة طبيعية في البشر أمثل لكم بمثال واضح جدا هذا المثال أننا نعتقد أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى هذا شيء واضح يعتقد به كل موحد ولكن نحن في خضم الحياة عندما نحتكو بالحياة عندما نمارس الحياة نغفل عن ذلك هذا النظام نظام العلل والمعلولات ونظام النتائج والمقدمات ونظام الأسباب والمسببات يغفلنا عن تلك الحقيقة المحورية ولذلك من الناحية العملية نحن نتصور أن الأشياء مرتبطة بهذه العلل المادية سواء كانت هذه العلل المادية عبارة عن أفراد أو كانت عبارة عن أشياء هذا الشيء الذي ورد في الحديث إنه عبارة عن نوع من أنواع الشرك الله تعالى يقول في القرآن الكريم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يعني أكثر المؤمنين هؤلاء مشركون بالشرك الخفي طبعا لا بالشرك الجلي الشرك نوعان خفي وجلي وكثير يخلطون بين هذين النوعين في الحديث الشريف راجعوا في وسائل الشيعة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هو في تفسير هذه الآية أنه الفرد يقول لولا فلان لهلاكت إذا فلان واحد ما كان إحنا هواء إذا فلان طبيب ما كان هذا مريضنا كان منتهي هذا الداخل في عمق قلوبنا إفلان واحد هو الذي نجاني إفلان واحد هو الذي أعطاني إفلان واحد هو الذي أنقذني في الرواية لولا فلان لها لاكت ولولا فلان في الرواية لضاع عيالي هو الذي حفظ عيالي هو الذي رب أولادي الإمام صلوات الله عليه يقول هذا هو المعني في هذه الآية المباركة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلان علمني إذا ما كنت ألتقي بالأستاذ الفلاني أي شي ما كان عندي هذا شرك خفي لا جلي بالله سبحانه وتعالى الإمام يقول ألا ترى أنه جعل مع الله شريكا له في الملك والتدبير يقول الراوي فقلت للإمام إذن ماذا نقول هل نقول لولا أن من الله علي بفلان لها لكت هكذا نقول الإمام يقول نعم هذا وأشباهه الله هو الذي أنقذ وهو الذي علم وهو الذي هدى وهو الذي أعطى لولا أن من الله علي بفلان يعني فلان هذا واسطة والأمر لله سبحانه وتعالى هذه إحدى العقائد الحقة التي تحتاج إلى التفات دائم لأن فورا واحد يغفل عنها لأن إحنا مأنوسين بالمعادلات المادية نغفل عما وراء الماد ولذلك الأطباء القدامى أنا شايف حتى بعض الأطباء الجدد أيضا المتدينون يكتب على النسخة التي يكتبها يكتب فيها الدواء هو الشافي الله هو الشافي حتى لا تغفل عن هذه القضية هذه العقيدة الحقة كغيرها من العقائد الحقة تحتاج إلى إلفات وإلقاء وتثبيت حتى واحد دائما يلاحظ ما وراء العلل ولا يلاحظ العلل وعلى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيما روي عن ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده على ما أتذكر الأدعية أدعية أهل البيت ابتداء من النبي الأعظم النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم هذه الأدعية عندما تلاحظونها تركيز لهذه العقائد الحقة مثلا لاحظوا في دعاء عرفة هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن نقرأه بتمع والتفات وأنا أظن هكذا يخيل إلي أن الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما كان يقرأ دعاء عرفة هكذا يبدو لعله هكذا يبدو قضية كربلاء كانت أمام عينه أنتوا اقروا الفقرات الموجودة في هذا الدعاء كأنه دا يشير إلى قضايا عاشورة من بداية الدعاء الدعاء أول ما يبدأ في يوم عرفة الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع يبدأ بالقضاء ولا لعطائه مانع بعد شوية لا تخفى عليه الطلائع الطلائع يعني شنو؟ يعني مقدمة الجيش هل الإمام يشير في هذه الفقرة إلى مقدمة الجيش الأموي مثلا؟ ولا تضيع عنده الودائع هل يريد أن يشير إلى ودائع النبوة عقائل النبوة التي أودعها الإمام الحسين صلوات الله عليه عند الله سبحانه وتعالى وبقية الفقرات يشير إلى أعضاء بدنه عضواً عضواً هذه الأعضاء التي جرى عليها ما جرى في كربلا إذا قرأتوا الدعاء اقرأوه بهذه النظرة على كل الإمام صلوات الله عليه طبعاً أدعيتنا مشحونة بهذه الأشياء اللي كل شي بيد الله سبحانه وتعالى الإمام يقول أنت الذي مننت الظاهر أن هذه العبارة بهذا التركيب تفيد الحصر يعني لا غيرك أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت مو فلان وفلان لا أنت هؤلاء مجرد وسائل أنت الذي وفقت كل ما عندنا من توفيق في دعاء الإمام الرضا صلوات الله عليه نقرأ في حرم الإمام الرضا وكل ما وفقتني من خير فأنت دليلي عليه أنت كل توفيق عندنا كل ما عندنا لا تقولون فلان الله أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت مو فكري قارون كان يقول فكري قارون شنو كان منطقة بلي قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أنا بعلمي وصلت إلى هذه الثروة ولكن هنا نقول أنت حتى إذا واحد عنده شوية علم الله أعطاه وفي لحظة ممكن أن يسلبهم لحظة واحد شوفوا هذا التيار الكهربائي قد في أجهزة فدوائر ينقطع سلك ينقطع ينتهي كل شيء كل ما عندنا من المعارف بانقطاع سلك واحد كل ينتهي واحد يشوف الصغرى ويشوف الكبرى ما ينتقل للنتيجة أنتو شلون تنتقلون من مقدمات القياس المنطقي إلى النتيجة من اللي ينقلكم هل المقدمات هي التي تولد النتيجة بالقهر كلا يمكن واحد يشوف المقدمات ما ينتقل للنتيجة الله دا ينقلك إلى النتيجة أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت يعني أعطيت القنية وأنه هو أغنى وأقنى أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت هديتني أنت الذي عصمت إذا يومي الأيام ما ارتكبنا ذنبا مو إحنا لم نرتكب الله عصمنا من هذا ولذلك دائما يجب أن نتوسل إلى الله سبحانه حتى واحد لا يتورط في مستقبل حياته أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت إذا شوية عندنا مكانه هذه من الله سبحانه وتعالى إلى آخر أنت الذي شفيت مو الطبيب أنت الذي عافيت لا فلان لا هذا الدواء اللي آكله عندما تأكلون هذا الدواء لا تفكرون هذا الدواء هذا يصنع شيء هذا الدواء مأمور لله سبحانه وتعالى في دعاء عرف أكو دعاء لطيف يقرأ في ليالي الجمعة كلش دعاء لطيف اللي يبدأ هذا الدعاء اللهم من تعبأ وتهيأ وأعدى واستعدى لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته الآخرون يتوجهون إلى المخلوق ولكني أتوجه إليك أنت الخالق لأن بيدك فإليك يا رب تعبيتي واستعدادي في هذا الدعاء يقول اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني الرفع مو بيد فلان وفلان الرفعة بيد الله إذا واحد يريد الرفع يجب أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى إلهي وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره هذا الطاغي المقبور كان يصور كل شيء في إيده الله أخذه أخذ عزيز مقتدر من يتمكن يعترض على الإرادة الإلهية الله يسخر الأسباب يهيئ المقدمات البعيدة إلى أن يقبض عليه يتمكن واحد يقول لله كيف ولماذا وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره هنا أكو لطيف في الأدعية في بعض الأحيان أكو براهين مو فقط وجدان برهان أيضا في الأدعية أكو إثارات وجدانية وأكو أيضا إلقاءات برهاني لكن بعبارات لطيفة تنفذ في القلب مدور وما أشبه ذلك مما يجب أن يفرض على العقل ولذلك بعد هذه القطعة يقول وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك إذا الله يريد يلقي فردا في جهنم من يتمكن يقف أمام الإرادة الإلهية المطلقة إذا الله يريد يضيل واحد من يتمكن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ليش أولياء الله يخافون ليش يخافون أن يكون مصيرهم مصير بلعم ابن باعورة بلعم منه كان الذي آتيناه آياتنا نصور أننا في أمان مو في أمان دعا نشوف أمام أعيننا مصير بلعم ما يمكن يكون مصير غيره أيضا ليش لذلك لا نملك هذه الهداية لذلك إنا كنا في أهلنا مشفقين واحد يخاف يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يسلب منه هذه الهداية ولذلك بعد هذه القطعة وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكم كظلم ولا في نقمتك عجله وإنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف ليش واحد يظلم لأنه ضعيف الحاكم الظالم فرعون ليش يظلم لأنه يشعر بالضعف ليش يبقر بطون الحبالة لأن يخاف يشعر بالضعف وإلا إذا فرعون ما كان يخاف على عرشه ما كان يبقر بطون الحبالة ويقتل الأبرياء خوف الله ما يخاف من من يخاف الشبيده وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف شوفوا شلون برهان بأي طريقة بأي أسلوب مو أسلوب أفلاطون وأرستو وسقراط وأمثاله أو ابن سينا والفارابي وليس في أدلة الأصحابي أجمل مما قاله الفارابي هذا هو أجمل منه إذا يكون ذاك جميل وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف هذا هو المنشأ المهم للظلم وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبير اللهم إني أعوذ بك هذا مو اللافظ يقول هذا القلب يقول وأستجير بك فأجرني هذا دعاء ليلة الجمعة بقية العقائد الحق العقائد الحق في الأدعية تثبيت يحدى الأدعية دعاء العديلة لاحظوا في المفاتيح ما قاله فخر المحققين في العديلة عديلة واحد يحاول أن يثبت بهذه الأدعية إيمان لاحظوا دعاء رضيت بالله ربا تثبيت هذا الدعاء موجود في المفاتيح في أوائل المفاتيح تثبيت هذه العقائد الراوي يقول علمني دعاء الإمام يقول له هذا الدعاء اقرأ عقيبة كل فريضة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا إلى آخر الدعاء أكوفة كلام بعض يقولونه الآن أنا ما أدري حدود هذا الكلام ولكن يبدو أنه صحيح في الجملة ولو في الجملة يقول يقول الأئمة صلوات الله عليهم وقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كانوا يتكلمون مع الناس طبيعي كانوا يتكلمون معهم بمقدار عقولهم أنتوا أنتوا عندما تكلمون فدوا واحد طفل تكلموا أنتوا ما تكلموا بعقلكم تكلموا بعقله ففي أحاديث أهل البيت الموجهة إلى الناس العاديين أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يتكلمون ولو في كثير من الأحيان بمستوى عقولهم ولكن في أدعيتهم عندما كانوا يدعون كانوا يخاطبون الله سبحانه فلعله كانوا يخاطبونه بما هو أعمق من ذلك يعني أعمق من المستوى العادي ولذلك هذه الأدعية مشحونة بالمعارف العميقة في ذيل دعاء عرفة الذي رواه ابن طاوس رواه هذا الذيل أكو هناك فقرات حقيقة تستحق الوقف أنه واحد يتوقف عندها مضامين عجيبة أكو فيه اللي هذا الذيل ذيل دعاء عرفة يبدأ إلهي أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري عندما أكون غنيا أنا فقير فعندما أكون فقيرا كيف أكون إلهي أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي إلى أن يقول بل إلهي إلهي في الصفحة الأخرى من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي إذا صلاتنا إحنا لازم نستغفر منها مساوئنا كيف لا نستغفر منها إحنا هاي الصلات اللي نصليها تحتاج إلى استغفار بعد ما نقول ورحمة الله وبركاته لازم نستغفر الله من هاي الصلاة اللي صليناها لأنها مو مناسبة هذا مثل أنتوا فد واحد جاي عدكم داي يكلمكم ومحتاج لكم ويلتفت إلى الجانب الآخر داي يحكي وياكم أنتوا هنا قاعدين هو داي يباوع الجدار هذا ما يستحق الطرد إحنا كل يوم عندما نصلي نتوجه إلى كل شيء إلا إلى الله سبحانه هاي القضية ولو قضية عرضية لا بأس أن ننقلها إجأ فد واحد عند رجل وقال إني أضعته شيئا فد شيء مضيعة فد شيء دافنة في مكان ما أدري وين دفنت لأن بنوك ذا كل وقت خب ما كانت حتى يخلون ذهبهم فضتهم في البانك كانوا يدفنوها في مكان ويخلون علامة بعدين ينسون فماذا تقول قال أنا عالم دين هذا مو مرتبط بمهمتي ولكن أقول لك فد شيء الليلة صلي من أول الليل للفجر تعثر على ظلتك هذا مراح بدأ بالصلاة الله أكبر قام يصلي ويركع ويسجد الشيطان شاف هذا مشغول مكب على صلاته الشيطان هو يضوج من السجود لأن نقطة سقوطه هي السجود فباوع باوع باوع شاف قلبه ما يهدأ الشيطان فإجه في أثناء الصلاة قال له هاي بغيتك أنت مخليها دافنها في المكان الكذائي فهذا من فتل من صلاته تركه وراح وحفر ذلك المكان ووجد بغيته بكرة إجع عندك الرجل قال ها قال وجدته قال له هل أدمت صلاتك إلى الصبح قال له لا قال خونة تديم للصباح شيطان ما خلا ما راد يصلي للصبح احنا كل شي نجده في صلاتنا جربوا كثير مننا كل شي ناسي في صلاتنا نذكر كل خاطرة كل موعد عندنا في صلاتنا هاي ما تحتاج إلى استغفار هاي الصلاة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي أو دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوي حقائقنا هي ادعاء ادعاءاتنا شنو هي إلى أن يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك الإمام شنو دا يقول طبق هذه القطعة المأثورة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك شوفوا هذا الدعاء دا يرفعنا واحد لازم يرفع مستوى الفكري الثقافي بالدعاء يقول ما يحتاج إلى أثار هاي طريقة الأثار تدل على المؤثر وأننا ننتقل من المعلولات إلى العلال هاي طريقة مقبولة هذه الطريقة ولكن أكو طريقة أرفع منها أن تصل إلى الله مباشرة كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك كيفا؟ طبعا هاي الرتبة الأعلى ما بيإشكال هاي رتبة أعلى أنت تستدلون بالسماء والأرض على وجود الله سبحانه وتعالى ما بيإشكال ولكن أكو مرتبة أعلى من ذلك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك يعني الشجر أظهر من الله سبحانه وتعالى تستدلون بالظاهر على الخفي الله هو خفي حتى نستدل عليه بالشجر والحجار متاغبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عمية عين لا تراك عليها رقيبة ومقاطع أخرى في هذا الدعاء إذا نريد أن نقرب هذا هذا مثل علمنا بالبديهيات أنتو هل تصلون إلى البديهيات من خلال آثارها أنتو الآن أغمضوا عيونكم فكروا في القضايا البديهية اجتماع النقيضين محال ارتفاع النقيضين محال اجتماع الضدين محال ارتفاع الضدين الذين لا ثالثة لهم محال أربعة في أربعة يساوي ستعاش أغمضوا عينكم وفكروا كيف توصلتم أنتو الآن نفسكم في وضع المواجهة مع هذه المعلومات البديهية تواجهونها مواجهة ما تحتاجون إلى دليل إذا واحد قالكم بأي دليل أربعة في أربعة يساوي دليل ما يحتاج واضح النفس البشرية يمكن تصل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون الدليل الإني والانتقال من المعلول إلى العل إذن إحدى المعطيات المهمة للأدعية المأثورة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الإلفات إلى العقائد الحق تثبيت العقائد الحق تركيز العقائد الحق قضية مهمة قضية الموت نحن كلنا نعتقد بالموت لكن كلنا نغفل عن الموت من يتذكر الموت يقولون الموت حق ولكن للجيران ولكن عندما تقرأ الدعاء يذكرك هذا كل إلفات وكله إلقاء النقطة الثانية في هذه الأدعية الإنسان الضعيف إلى أبعد الحدود وخلق الإنسانه ضعيفة بعض يعبرون الآن ما أدري هذا التعبير دقيق أو لا يقولون ضعف مو ضعيف فقر مو فقير أعلى من الفقير قرآن الحكيم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ضعيف إلى أبعد الحدود مو فقط ضعيف في بدنه وإنما ضعيف في روحه ضعيف في نفسه منتهى الضعف الفرد عندما يحتك بالحياة أكثر فأكثر يبدو له هذا الضعف يستشعر هذا الضعف بالذات عندما واحد يدخل مرحلة الشيخوخة بعد يشعر بضعف مطلق النكبات عندما تتوالى على الفرد عندما يخذله القريب واحد يشعر أنه أي ملجأ ماعد مثل فد واحد أو تهوي به الريح في مكان سحيق نحن الآن مستندين إلى هذه الأرض معتمدين عليها نشعر أنه الذي يتكع على الجدار يشعر أنه متكع إلى الركن القوي في الآية الكريمة أو آوي إلى ركن شديد ولكن واحد دا ينهار من فوق دا يسقط من فوق هذا مو معلق بأي مكان في الهوى هالشكل الإنسان بمرور الوقت يشعر أنه في الهوى هالشكل أي سند مائلة أي ملجأ مائلة أي ركن مائلة الآخرون لا يعلمون صديقك ما يدري المشكلة التي تعاني منها تروح تقول شوف صعب عليك تشكو إلي مشكل فرضنا أنه ذهبت وشكوت إلي لا يريد لا يملك الإرادة ما يريد يحل مشكلتك عنده ثروح لكن ما يريد يعطيك من هذه الثروح توفر عنده العلم أولا والإرادة الثانية قدرة ما عنده ما يقدر هؤلاء هؤلاء الشيوخ أفرضوا أقرب المقربين إلهم يتمكنون يحلون مشكلتهم لهم يتمكن فواحد يشعر في كثير من الأحيان أنه أي ملجأ ما إله وأي سند ما إله في المكتوب الذي يكتب للإمام الحج صلوات الله عليه ويلقى في الماء الوالد رحمه الله كاتب رقاع الحاجة للإمام الحج كاتبها في كتاب الدعاء والزيارة على ما أتذكر في ذلك الدعاء ويخضل فيه القريب القريب يخضلك كان عدنا مسجونين في العراق كان وضعهم خطر فكنا نذهب نكتب هذه رقاع الحاجة للإمام الحج صلوات الله عليه ونلقيها في البحر لا في العراق طبعا كنا في بلد آخر وبعد ذلك بطريقة إعجازية الله سبحانه وتعالى نجى أولئك السجناء بعناية الإمام طبعا كان هناك مجموعة يقومون بهذا العمل هنا كثير من الأحيان واحد يشعر بالإحباط يشعر بالياس هذا الشعور كلش خطير واحد يشعر ملجأ مائلة واحد يشعر عنده ملجأ قوي قلبه بذلك الملجأ أما إذا واحد شعر ملجأ ما عنده هذه حالة خطيرة جدا وتؤثر على الروح أيما تأثير وتؤثر على البدن أيما تأثير تدمر الكيام ولذلك الذين لا الله له هؤلاء حقيقة عندهم هذه الحالة أو تهوي به الريح في مكان صحي هالشكل أنتوا فرضوا واحد من السماء السابعة هالشكل دايوغا هذا أي حالة إلى إلى أن يصل إلى ذلك المكان الصحي ولكن هاي الأدعية الذي تصنعه وهذه من معجزات هذه الأدعية تشد قلبك بالقدرة المطلقة وبالرحمة المطلقة وبالعلم المطلقة واحد قلبك بالله سبحانه أكو رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه طبعا مو مربوطة بما نحن فيه نذكرها عرضا يقول لو مات كل من فوق الأرض أنا لا أستوحش ما دام معي القرآن كلام الله يا نور المستوحشين في الظلام الله هو النور المؤمن في الظلام لا يستوحش لأن معه نور الله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف قلب المؤمن قوي ليش لأن يدري أنه هاي الأدعية تولد هذه الحالة وتعطي هذا الانطباع وتؤكد هذا الانطباع بصور مختلفة أكو ورائك علم مطلق الله يدري كل شي أي وقت تتمكن تلجأ إلى هذا الإله ماكو وقت دون وقت هذا بالأدعية موجود الله ما يغلق باب الرحمة مطلق قدر مطلق واحد عندما يشعر أنه مستند إلى هذا الركن الشديد قلب يكون قوي على ما أتذكر لأن القضية بعيدة الآن المقدار الذي يخطر في بالي ظاهرا نقل لأحد الأفراد المطلعين عن العام الشهيد رحمه الله قال ثلاثة أيام كانوا معلقين من رجلة بالمروحة يعني مقلوبة إذا واحد يعلق عشر دقائق بالمروحة من رجلة هذا ينهار التعذيب ما يمكن واحد يتحمل تعذيب خبراء التعذيب ثلاثة أيام كان معلق هذا واحد من أربعين نوع من أنواع التعذيب عذبوا كثير عذبوا طبعا في العراق كانوا يريدون منه اعترافات ضد العلماء وغيره اعترافات كاذبة يقول بعد ثلاثة أيام مرة عليه واحد من هؤلاء المعذبين قال فلان اشلون تصبر اشلون يمكن واحد يصبر ويا هذا الوضع ما الذي يصبرك فقال العم الإيمان بالله إيمان قدرة مهمة واحد عندما قلبه يكون معلق بهذه القدرة يكون قوية أي واحد بعد قلب ما يكون معلق هذه القضايا في الأدعية كثير أكو تركيز عليها بأدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا في دعاء هذا الدعاء الذي يبدأ ب يا من تحل به عقد المكار عقد متن حل ما يتمكن واحد يحله يا من تحل به عقد المكار ويفثأ به حد الشدائر ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب ما كو صعب عليك وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء شوفوا شقد لطيف فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة الله ما يحتاج إلى كلمة كون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون الله ما يحتاج إلى كلمة كون لعل هذه العبارة عبارة مجازية أخصر كلمة نقولها كلمة كون في الصيرورة والتحويل والتبديل فد إرادة كل شيء تغيير منه كان يصور أن هذا الطاغية يطير يروح بمشية واحدة الله طير راح وانتهى منه كان يصور فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة الله ما يحتاج يقول لا هي الإرادة كافية أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت إلى أن يقول فصلي على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك إلى آخر الدعاء من الأدعية اللطيفة هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية إيش قد أدعية الإمام السجاد لطيفة في دعاء آخر هاي في الصحيفة السجادية الجديدة التي يقال لها الجامعة أو الكاملة يقول إلهي غارت نجوم سمائك يعني غربت ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها أي واحد تريد نصف الليل بعد ما يطي يكتروا رايح نايا وطاف عليها يطي أمال هاي الأدعية هو يطي أمال ولذلك لعله نقلت لكم أنه واحد من أقرباء أنه يراد يسوي عملية في المستشفى الدكتور سأل من أقرباء أن هذا مؤمن ومو مؤمن قالوا لي هذا السؤال قال نحن طبق تجاربنا المؤمن بسرعة يتعافى من العملية الجراحية غير المؤمن بمجرد ما تنزل عليه شي ينهار يسقط إلى من يلجأ أما المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالله المؤمن بسرعة يشفى بسرعة يتعافى وما يتمرض أيضا المؤمن ما يتمرض إذا تمرض بسرعة يشفى لأن قلبه قوي شوفوا هذه الصورة الإمام الحسين صلى الله عليه في دعاء عرفة يعني دعاء غد شيء قد لطيف يبين لك الإرادة الإلهية ماذا تصنع القدرة الإلهية ما إلها حد الواقع أكفت كلمة عجيبة واحد ما يفهمها إلا بالتجارب يقول الواقع أغرب من الخيال أنتوا فكروا شونه يصير مننا إلى خمسين عام خلي يكون عدكم خيال مجنح طيروا بخيالكم الواقع أغرب من الخيال عجيبة تحولات الله سبحانه وتعالى شوفوا الإمام ماذا يقول يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر طفل في الصحراء في قعر الجب البئر إحنا كده يدعو يقسم على الله سبحانه وتعالى دعاء يوسف في قعر الجب مذكور في الكتب راجعه ودعاء رقيق وإذا بالله سبحانه وتعالى يقيض ذلك الركب يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا هذا العبد وإذا به يتحول إلى ملك سورة يوسف عجيبة في تحولاته أنا أظن أو أحتمل أن الفكرة الرئيسية في سورة يوسف أن كل شيء بيد الله إرادة الله هي الحاكمة وهي النافذة ماذا أراد إخوة يوسف وماذا أراد الله ماذا أرادت امرأة العزيز وماذا أراد الله وإذا هذا العبد يخرج من السجن وقبله من قعر الجب ويصبح هو الملك يا راده على يعقوب بعد أن بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه شوفوا إش قد لطيف بعد كبر سنه وفناء عمره يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيا رجل مي سنة عمره تقريبا زوجت عمرها تسعين سنة ولكن قلب عامر بالأمل بالله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين شوفوا هذا الأمل يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيا ولم يدعه فردا وحيدا إلى آخر الفقرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِ فَالْكَنْزُ عِلْمُكَ حِنَ تُنْفِقُهُ زَكَاءَ وَالْمَالُ لَا يَزْكُو بِلَا نَفَقَاتِ بَيْنَ الظَّلَامِ وَبَيْنَ نُورٍ مُشْرِقٍ هَدْيٌ يُنِيرٌ دَرْبَ بِالْوَمَضَاتِ هَدْيَاتِ 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 هَدْيَاتِ